هاله والله ماведر السلام عليكم شباب شاب الشاخبار الأمر متضعاتكم حلقة جديدة ومانيكرافت سيرفر بيكسل كرافت الحلقة رقم 12 واليوم شباب راح انودع القوارب التقليدية هاله والله مادر عايش سال فاتصير اروح اطلهنا لاكاللهيجالحركة شباب اليوم راح تمودع القوارب التقليدية لين اليوم راح نسوي سفينمًا حقيقية ونقدر نسوقها يعني يوتيوبي راو بيها شراع وكذا وايضا سويت ميناء هنا سوينا ميناء لين قدت مترهم انو سفينة هيك بدون ميناء فسويت هيك ميناء ع السريع نجي نطبق القاربة هنا وخلونا ننزل هذا هو ميناءنا شباب هنا درجة يصعدنا فوق هنا شوية بارولز على سيمة هاي ايتم فرايم طبعا تشلعها هاي سيمة ترجعها هنا خلنا شوفكم المنظر من فوق خلونا نطير شوية شباب هذا الميناء طبعا هناك بيتي تجي منا هذا المحل وهو شنو يدروع والله ما تطي مجال سريعة شوف شو مكتوب عالجنطة شباب مكتوب لايك يعني حطوا لايك واشتركوا بالقناة ما مش تركين وهذا ميناءنا البسيط المتواضع هنا نجي وننزل من الدرجة ونطبق السفن هنا خاف يعني سفنة محملة تجارية سفينتنا واحد جاي هنا واكو درجة ايضا نتسلق لاحظ شون نتسلق شوف عزيزي المشاهد شلون التسلق صار بمينكرافت اطورنا شباب خاف واحد جاي يعني من هاية جهة فييجي يطبق سفينت هنا ويصعد وايضا راح نضيف بعض اللمسات على هذا الميناء حتى يكون احلى لان سويته سريع سريع على السناثة قاربنا شباب قلت لكم بالحلقة اللي راحات شلون تجمع لفل يعني ثانية واحدة لفل 130 تقريبا راح اشوفكم يعني طريقة سواها احمد جيمز سوا سبونر اقوى من السبونر اللي عندي بافعاف يعني سبونر مو طبيعي يعني بدقيقة شو طلع يمكن مليون اكس بي طبعا هاي الدروع شباب هاي بس شكل الاصلية اه شون هاي شصار وفي ايه شباب ما ادريت يوم شنو بهاي الحلقة هاي الدروع بس شكل شباب الدروع الاصلية هي الدروع الحمرة لابسها جوا هاي بالانفنتوري واللي ظاهرات قدامكم هي هاي مال الساحر شكلها حلو ومميز خلاص نزل نزل شنو هاي ديوم وصالنا منطقة احمد جيمز معدلها مرتبها شوفوا الجبل اه معدلها بلوكة بلوكة وهاي هم ضافهم يعني هذا اللي شبه الويد ضافها حبة حبة فصارت المنطقة اسطورية وهذا البيت شايفين ما البيت القديم هاي السيارة اشتراها اني اشوفها بعدها تشتغل لولا والله اوكي ومو قد اشتغل والله سياراتي يعني فشلني كل اني اطلا يوم واحد استخدام واحد ويأطلا فنزي هنا الاسبونر احمد جيمز ونضغط شوف طبعا ناكو هنا الفيتر اوكي فينزلنا هذا مكان الاسبونر يعني التصميم متعوب علي الصراحة اهي بلوكة ديابتع سوال فلندرمان دا تشوفون هذا يشبه البيلت الحزام يعني يمشي الموبات يمشي اي شي هسان اذا ادخل يمشيني بس اسا تقولوني شلون تحصل اكس بي اه جوا بالداخل تشوفون حاط سبونرات نفس اللي حاط هناني بسبونري بس الفرق اسا تشوفوا طبعا ما يمكن منوه كفعل برشي بليت يرسبنون قبل كان لفرحات يمكن عدل علي فهم يجون السكيلاتونز يفترون الى ان يجون بهاي الغرفة الصغيرة ونستلمهم بسيفة خلي نجرب نضغط بالله شباب ونشوف هر اووو رسبنون رسبنون كل ضغطة يرسبنون مجموعة شوفوا شلون يفترون ياخذونهم فره ويجون هنا طيب ضغطة ثانية اوكي ونشوف يرسب ايو والله على برشي بليت صاير نايس شوف هذا راح منا اجه بسرعة يختصر الطريق ولكن شباب الفخر للسيف هذا السيف اللي سوا احمد جيمز اكس بي اونلي هذا بيلوتينج في اي 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 وشياربنس اكس وناليج وكل شي وبي تطويره انه الموبات من تقتلهم يطيق اكس بي هذول المجموعة ده نقتلهم اشقد راح نحصل اكس بي اشقد تقريبا عددهم فرضو 20-30 اسكيلاتون يلا خنجرب بوم 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 كان لفرنا 128 كلهم ماتوا بضربة واحدة يعني من 128 الى 148 تقريبا اه 20 لفل بضربة شي مو منطقي فخلني شوية اهنان ضل ضغطين الزر يرسبنون هولو بالاسكيلاتونز جوي جوي الحبايب والله الفكرة اسطورية كافي 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 اشقد راح يصير لفلنا شباب اتوقعهم مليون اه انا اتوقع ميت ادي موتون ادي موتون لان صار ازدحام اجلد 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 كلهم ماتوا بضربة واحدة واو الشاربنس اكس او شينو هاي واو وهنا صارت ابادة مال اسكيلاتونز خلناو اصله 300 ونروح شباب اوكي ضغطين اطيه هنا والله اسطوري مو طبيعي هذا السياف طبعا هو اللي يطي اكس بي واي فخلنا نبتل بهم نسوي 300 لفل 300 ونروح للبيت 240 واو شباب يعني اللفل كلما يصعد كلما يصير بطيء السعود مات اسكيلاتون شباب اي شينو كافي 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 واخر عن برش بلايت اسكيلاتون قام يطلعون من الشباك واو شباب ميديانو تسعين طينا لفل 300 صار لوك صار لوك اوكي 317 خلاص ما خلصوا ما خلصوا ولا اي مشكلة هذول هذول باقين يتأخرون يالله يقتفون خلاص اخر وجبها اخر ستة مدري 10 اسكيلاتونز خلاص 325 واو والله رهيب رهيب وحلو انه هذا سياف فيبرانيوم ما ينكسر فيه تجميع خرافي فخلاص شباب ما هو هذا الوحش يوم شباب نسوي حلق على هاي الوحوش يوقعوننا غراض وفي ايه يوقعوننا غراض مهمة مثلا هذا الجيم ينطينا 30% زيادة للارمور خل النام شباب ماريد ينفجر بمنطقة احمد قيمز يمكن هو عم عدل على البيت اين الزر اوكي افتح الزر اهنا عدنا ملينيا والديكور جميل ندخل النام جوا سلام عليكم منو هاي شباب يمكن هاي زوجة احمد قيمز تعالي هنو خلنشوف هلو 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 كيف الحال كيف الحال جسمها هاي كريستا يمكن كريستا هاي جسمها ما ادري خلنام بالسرير فاديوم هم نسوي هايش ديكور حلو مرتب والله معدل على البيت معدل على البيت هلو ما تحجي هاي شباب ولا ايه والمضروض يعني يحجون يضحكون هاي 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 هلو يلا مع السلامة ها 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 كريبر اوفني اوفني بوم 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 وين هاذا الثاني تعال يلا مع السلامة نطير بالدروع والله شريعة هاي لدروع شباب بسرعة وصلنا لمنطقتنا فهذا شباب راح نحط هاي شوية اضافات ولمسات بسيطة مثلا نسوي احمده مال اضوة مال انارة فنجيب البريكس هاذا ستون بريكس نحط وحده بالنص واربع ديرمادور ايتي يعني ديكور جدا بسيط نحط وول هنا ونحط فوقه اثنين فنز واحد ودروع اثنين لا ما نحط وولا نحط هذا البارل اي اي اصعد نحط بارل ونحط فوق اسلاب هذا الاسلاب هاي لازم اشفت يلا خليه ونحط ترابدورج هنا بهذا الشكل صار ادني عمود انارة بس مجرد نحط اللام تيرن شوف هذا شكله شباب ليش يشتشكل قبيح لان ما حاطين وول هنا يب هنا وول وهنا الاسلابات وهنا البرش بلاي هسا نجيب اللانتيرن وهذا الشكل شباب مجرد نحط اللانتيرن اربعة من كل جهة وترى هذا الشكل الانارة عمود انارة بسيط نقدر نسوي مثلا واحد ثاني بهذا الجهة يب هاي الجهة حلوة وهذا اللانتيرن الاخير صار ادنى اثنين يعني والله شباب شكله حلو هسا نجي نسوي فتش اضافي ثاني اللي هو مثل مثل الخيمة تقريبا مثلا اربعة بهاي هنا بهذا المكان ثلاثة اربعة ونجي هنا اه هذا المكان كافي ثنيا ثلاثة اربعة نجي نشتغل بالاسلابات نحط واحد اه شباب ها الطيران الدروع مزعج مو نفس اه طيران البليز وهاي الاخيرة واحد اثنيا ونكسر هذالي الاستونات اوكي وهاي عدنا هم زايدة لحظة لحظة شباب هاي زايدة رح نكسر اثنين هين بوم خلاص خلصنا شباب لا بقى شباب نقدر نمدهن اكثر اذن بلوكتين هيتشي صارت ادنى هذا الشكل اه مجرد نجي ونمد الاسلابات اه وين الواند الواند اسهل اسهل اوه يسوينا يا كله والله شكرا هاي الواند اسطورية يا جماعة هاها هاي شوف 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 الله اوكي وهاي بلوكات هيتشي اثنين ترى صارت ادنى هيتشي اه مثل الخيمة او سقيفة او هيتش اه هسا نجيب فنس اه ما اعتقد اجرين يكفن ما اعتقد شباب ما اعتقد يكفن اه لازم نصنع بعد والله اه شوية بعد شوية ايه قليل ويا صنعنا بس مادرجال امامية حط لها فنس لو لا ام اعتقد ما حط لها بس بس لحظة لحظة شباب لحظة هذا مكان اسطوري للاسطورة هاي هاي هذاك اللي قاعد بالباب طبعا مسوي له ايه مكان تسليكي مؤقتا يقعد به اه هلو الو ابو صابر ابو صابر تعال اه جيب الحبل هاي خليها بعدين نشيلها اه اه تعال وراي اتزينيش ما صعده اوه بلا ذا همشي سريع يمشي وراي سريع لو ينقطع الحبل اوه اوه ابو صابر تعال تعال اه هسا راح ينقطع الحبل ابو الصوف لحظة تعال هيج اوكي تعال من هاي الجهة حلو تعال اركض 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 اكاسف ابو صابر شوي ادجرك وخليك تمشي سريع بس المصلحتك جايب لك هدية جديدة البحر ومكان جدا مناسب هسا طبعا هم نحط لها ويت ونحط لها هيبيل نسوي لها بيئة يعني حلوة للحمير مثله هاي تعال تعال ابو صابر مكانك اجيد تعال بذل بالفي بالفي اوكي هاي شير هاي كل مكان حلو اوه يقول حلو يقول حلو شباب خنجيب لها هيبيل ادنا هيبيل اذا ما نجيب لها ويت ونسوي هيبيل يستاهل يستاهل ابو صابر هذا اوكي افتح اوشير تطلع من السيرفر كله سبعا نحط لها هنا بشكل عشوائي بهذا الشكل سوي له ابو صابر حلو ابو صابر هنا اكل خنسوي له بعد مي يشرب مي لان ما يصير شباب هذا يعني حيوان هم يعطاش انطينا ايرون ونفتح الكرافتينج نسوي له كولدرن ونجيب لها بوكت مال مي هنا تشرب مي ابو صابر هنا تشرب مي نقدر انحط لها فنسة هنا ونشيل الحبل ويمشي بحرية شنو رأيكم شباب اه اسا هسا نسوي له شباب جيب البوكت مي خلي هنا خاف تعتش ابو صابر ونشيل الحبل منك لان ما نخلي كيت يعني اه ما يصير اوكي يلا بصابر هذا بيتك هذا بيتك لا تقول ابو صوف مقصر اه شوفوا يقول ما مقصر ده يسوي حركات يعني اه هو سعيد تدلع السعادة هزا شباب خنننبلش نسوي السفينة والله شباب المكان صار احلب وهواي من ضفنا هاي عمود الانارة وضفنا بيت ابو صابر شوفوا بالغروب اشلون المكان يصير خرافة هذا الميناء ونجي ننزل هنا بالدرج يا السلام يا السلام هزا نجي هنا نكتب اات شب اات شب فطلعت ان هاي السفون اكو صغيرة واكو اه شبيرة وأنوان كل ألوان الخشب فخلنشوفوا الصغيرة شون تنصنع خيوط صناديق اه قوارب واشراع شراع شون ينصنع صوف وخشب و اه حبل نبلش نسوي باللون البرتقالي لاننا نحتاج احنا باللون البرتقالي خلنسوي فات ستة مبدعياً حتى نسوي سفينتين وحدا صغيرة وحدا شب اوووو الشوفوا القوارب طلعت ان هسا الشراع شلون يصير بهاي الطريقة صار ادنا شراع نجي على السفينة الصغيرة البرتقالية نحتاج ثلاث قوارب برتقالية موجودة موجودة يقول الثلاثة محتاج بوت هذا شنو مو بوت مثلا هذا بوت هذا الريد وود هذا مو البرتقالي عندي عندي شباب اعتقد عندي ايبيب هذا الخشب المطلوب يعني القوارب نرجعهم للمخزن ونصنع قوارب جديدة لون برتقالي او مي جود ايش قد طلع عنه يلا عادي شباب ماكو مشكلة صارت ادنا هاي السفينة اوكي شوف شو هاي لها شباب ولا ولكن والله شكلها رهيب شكلها فخم مبين خلي ننزل ونرس بنها هنا او يا شباب طلعت سفينتنا الاسطورية شوفوا بيها القمر والله الاجواء اسطورية فنجرب نصعد ونقدر يعني نتحكم بيها بشكل طبيعي اي لو اي لو اي اوكي ونفتح الشراع نضغط حرف الار اوكي ومن نفتح الشراع تقوم تمشي يا هلا ولكم ولكم شباب اهنا هاي السفينة يمكن نشيل نفرين او اربع نفر واقف واقف سد الشراع سد الشراع يا معوت حتى نقدر نلوف نقدر نستدير لان اذا الشراع مفتوح ما نقدر نستدير هيك بسهولة فهيك نستدير على كيفنا ونرجع السفينة هنا هسا نفتح الشراع وقف وقف نطبقها هنا بالضبط سد الشراع شوي لازم ترجع قلبك ما ترجع لا والله ما ترجع فنفرها هاي الشكل خلاص اوكي هنا بالضبط بعد شوية بعد شوية خلاص تمام هاي سفينتنا شوفوا شباب شكلها والله اسطوري هسا نسوي سفينة شبيرة نشوف شنو تطلب اه شب نشوف سفينة شبيرة البرتقالية الفرق انو... اثنين شراع مش شراع واحد هذا الاول وهذا الثاني اعتقد كل الموارد موجودة يب صارت عندنا السفينة العملاقة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووط interactقلاشسيries wha ؟ té strained سبع بلوكات فنصعد ونجربها نفتر حالا. هيا شباب نفتح الشراع نوجهها صحيح. يمك يمك وقف افتع شراع انطلق. نو 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 شباب نحط السيرفر كلهم بالسفينة وناخذهم نفتر بيهم. اه صدق شباب عن قريب راح نكتل التنين. اه وقف وقف وقف. خانفر بس ده شوفكم افحاصلكم من السفينة شغال. والله هيا تفتر اذا الشراع ما اهو هاي 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 سد الشرع. سد 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 سد. اوكي هسا نفتح. رد نخليها بمكان جميل. سد 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 سد. سريعة شباب هاي سريعة. بصعوبة شوية نسيطر عليها. وقف الله يا السلام تطبق هنا. وديجي تنزل. واو شباب والله اسطورية. هاي البرتقالية الشبيرة والبرتقالية نسيت اقول لكم شغلة شباب انه السيارات اللي سويناهن كل هن باعا ما بقت ولا سيارة لكل انباع شباب اهنا وحصلنا فلوس هسا جوابكم مش قد فلوس اه هاي طبعا انباعت نكسر العلامة وهنا اخر واحدة انباعت اشتراها نويان بس حط لي 100 دولار مين الظاهر يعني ما يعرف انه هاي الفلوس انه تتصرف فاذا تسويها هيش تصير اتنا 52 ناط هي سيارة اشتراها سعرها 50 فاحنا هسا نرجع لخمسين اه نكسر والله كل هنباعا شباب شوفوا ما بقت ولا وحدة بس هاي اللي عاطلة هلو كاتي اه سمت سمت اه اذكر حاط سمت شباب حاط الهايط ناخذ لنا سمتها هلو ميو اوكي بقت بس هاي العاطلة نصلحها ونبيحها ها 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 هلو انه السيرفر يشترون هاي والله ولا تشتغل سيارة ماتت انتهت ها هكام اطلق صوت شامعن هاذا الصوت مال ابزازان من ترتاحي�ic يتسوع هاي تماتو شباب اوكي هه هه ها يلا تعاي تعايق اذا اي شباب تعايقاتي هنا هشبيهه موشبيج يمكن السبب اندروعي قاعد هنا يلا بقيام السيرره خلانسد المحل والروح النيان الرجع لخمسين دولار ولين ما يصير شباب خلي نفتحه وين مكان نويان ما أدري عندي أو لا كمون يمكن الظاهر ما عندي بيته ما موجود بالويستون وما عنده البيتة فاني منه شوفه أقوله أنطيل 50 دولار فقلاصة نحزد شباب ورح نصنع سيارات أكثر ونبيعهم سيارات شوية أحلى وأكو كتاب هذا الكتاب شباب جدا رهيب شوفوا شي يسوي حسب لكم بس انتقالية بس إذا نشوف وراني صام عليكم هذا مصطفى خلننزع الدروع ها بصوف شونك والله التسطورة يبقى علي انسى واحد ثاني ها خلي المانا تصعد ها ثلاثة مصطفى خلننلبس الدروع الزرقى تعززننا المانا شوية ها الدروع الزرقى بقى بس البنطرون حتى المانا يصعد بسرعة ونسو وين رحوا واحد اختبها شباب ها بصوف هلو 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 اوكي صار عدنا مجموعة من مصطفى شوفوهم يفترون ولازمين بيتهم اوه شلزم يلزمون ها لا بصوف والله سلاحة كسطورة نجرب نكتل واحد اوكي 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 ينشد وان شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاية سوف نرى البيت ماسوسو كيميل سوت قصر مرة رهيب فيلا شعب دير باكم على نفسكم لايك واشتراك وتابعنا على انستجرام وبس مع السلام